أريد أن أقول لكم شيئاً وهو لماذا لا ينظر الغربيون إلى الدين على أنه الحل وعلى أنه المنقذ لهذه النفس المكتئبة التي تختمق أمام الحياة وأحزانها ومشكلاتها لأن الغربيين المتأخرين منذ عصر النهضة نظروا إلى الدين على أنه سبب المشكلات وعلى أنه سبب البلاء الذي أصاب أوروبا فعندما جاء مارتين لوثر في القرن السادس عشر كان يسمى يغسطنيوس وكان رجلاً عاثراً في حياته تلقى صفعات قاسية من أبيه وكانت أمه تضربه وما كان ينظر إلى أسرته على أنها مصدر أمان ويفعلون له ذلك باسم الدين وكان متعثراً أيضاً في طريقه يصاب بمشكلات كثيرة وينقو بعد مشكلات كثيرة من مشكلات كثيرة طبعاً نظرية الأب المشوه وما يسمى بعقدة أوديب عند فرويد أو عند بول فينز الأب المشوه هل الأب سبب في إلحاد الإنسان أم لا هذه نظرية لا أريد أن أحكيكم لكنها نشأت عندما وجدوا مجموعة كبيرة من الناس يتركون الدين بسبب موارسات الأسرة كما سيأتي معنا عند جيفري لينك يعني يترك الإسلام لأن الأسرة أو لأن الأب قاس جداً لا يمثل قيمة أخلاقية واحدة تفهمه أن هناك إله فمارتن لوثر فيما بعد أسس مذهباً يسمى البروتستانت مذهباً نصرانياً لكنه كان مذهباً حاقداً أيضاً وإن زعم الغربيون أنه كان بداية الإصلاح الديني لكن ماذا فعلت البروتستانتية دخلت في حرب شرسة مع الكاثوليك واستمرت الحرب ثلاثين عاماً يسمونها بحرب الثلاثين عاماً ماذا فيها؟ فيها سحق هائل للأطفال والنساء والرجال أي أن أوروبا في بداية عصر النهضة استيقظت على الدماء قتل في هذا الحرب 12 مليون شخص في أوروبا وحدها ألمانيا فقدت ثلاثين في المئة من سكانها وفقدت نصف الرجال كثير من الدول الأوروبية فقدت الثلث من سكانها 12 مليون منذ عام 1618 إلى عام 1648 فكان الدين سبباً في النكال والعذاب والهم والاكتئاب لم يكن أبداً صانعاً للسلام كانت حرباً طائفية شرسة بين البروتستانت والكاثوليك ولذلك قرر الأوربيون أن يتخلوا عن الدين تخلياً كاملاً قرروا أن يتخلصوا من الكنيسة وأن يتخلصوا من الكتاب المقدس وأن يتركوا الدين كاملاً وبدأ فلاسفتهم يكتبون في أن العلاقة بالله يجب أن تكون علاقة بعيدة عن أي انتماءات أخرى لكن من هو الله لم يستطيعوا أن يعرفوا الله لأنه لا يجدونه حقيقة في كتبهم التي حرفت وبدأت الفلسفة الغربية بعد الحرب الثلاثين عاماً ليأتي مجموعة من الفلسفة كديكارت الذي يرى أن العقل هو الموجه للتشريعات وسبينوزا الذي يرى الذي يقول بوحدة الوجود والذي يرى بأن قوانين الطبيعة هي الإله ثم بدأت ما يسمى بموجة يعني القوانين الفيزيائية على يد نيوتن وإن كان رهبانياً أو كهنوتياً ثم جاء تلميذه أو يعني خلفه لابلاس الذي قال لنابليون يعني نابليون قال لابلاس يعني قال له يعني ماذا نصنع بهذا الكتاب ويشير إلى الإنجيل قال له لم نعد محتاجين إليه أيها السيد بمعنى أنهم تخلوا عن الدين تماماً فصور الدين على أنه لا يصنع الحل فجاءت مجموعة كبيرة من العلوم والمعارف التي تحاول أن تساعد الإنسان على السعادة لأنه عمت الأوروبا حالة شديدة من الإكتئاب والذين انتحروا بعد الحرب العالمية الثانية لا يقلون عدداً عن الذين قتلوا بالرصاص موجة انتحار هائلة لأن الحرب مع فقدان العلاقة بالله يعني نزع الاستقرار والأمان والهدوء الداخلي وأنتم تلاحظون اليوم أن جنود الكيان الصهيوني الغاصب يصابون بأمراض نفسية خانقة تسعة آلاف جندي منذ بداية الطوفان الأقصى ارتادوا مستشفى الأمراض النفسية وأخذوا عقاقير للصحة العقلية والنفسية رغم أنهم يقولون بأنهم أصحاب الحق وأنهم ينطلقون لقتل عماليق كما قال زعيمهم الغاشم الظالم وأنهم ينطلقون في حرب الفلسطينيين من منطلق الحرب الدينية التي يرضى عنها الرب لكن من هو هذا الرب الذي يعبدونه لا يستطيعون أن يوفروا من خلال ربهم صناعة هدوء واستقرار داخلي ولذلك أمراض النفسية يقولون الآن أن نصف الكيان الصهيوني الغاصب نصف سكان الكيان الصهيوني الغاصب يعانون من الاكتئاب والأمراض النفسية لماذا؟ لأنهم أبداً لا يشعرون بالهدوء الداخلي ليست لهم علاقة بالله كذلك الأوروبيون ولذلك جاء ديل كارنيجي أول من بدأ ما يسمى بمعالجة القلق الداخلي وألف كتابه دعي القلق وابدأي الحياة وفتح عياده يعالج فهي المصابين بالاكتئاب ثم رأوا أنها أيضاً جيدة لكسب المال وانطلقت بعدها مجموعة من التقنيات الحديثة التي ربطت زوراً وبهتاناً بالعلم من أجل مساعدة الناس للتخلص من الاكتئاب والآلام والأحزان حتى أن ديل كارنيجي نفسه كانت من ضمن تلاميذه زوجته أمرأ ثم تزوجها لاحقاً لكنها عندما تزوجته وجدته مختلفاً تماماً عن ما يقول فقالت له اعطيني أموالي التي كنت أدفعها لك في الدورة يعني أنت شخصية مختلفة ليست كالدورة تماماً ثم جاء يعني وجدوا أن المشكلات من حيث الاكتئاب والانتحار تنتشر لا تتوقف وبدأ طلب العقاقير والمسكنات الليلية والأش كثير فابتكروا ما يسمى بقانون الجذب وعلوم الطاقة التي هجنوا بينها وبين اليوجا وابتكروا ما يسمى بديانة العصر الجديد ويعني بحركة العصر الجديد بحركة الدين الجديد إلى غير ذلك لكن هذا كله لم يستطع أن يصنع لهم السعادة لأنهم يريدون أن يعرفوا هل يمكن للإنسان أن يتصل بالله وهو حزين هل يمكن للإنسان وهو يعاني من الأزمات المتلاحقة التي يفقد فيها أسرته وأولاده ويدمر فيها بيته ويقول الحمد لله هل يمكن؟ ما كانوا يتصورون هذا ما كانوا يرون أن هناك دين يمكن أن يصنع شخصية من هذا النوع فعندما وجدوا المسلمين الفلسطينيين في طفان الأقصى يودعون أبنائهم وهم يقولون الحمد لله ويعلنون رضاهم عن الله وتقول المرأة التي تفقد أبنائها كل شيء يأتي من الله فهو خير وجدوا أن الأمر غير طبيعيا أبدا ما كانوا يتصورون أن هناك دين يمكن أن يصنع هذه النفس المطمئنة في وقت الحزن والألم فبدأوا يفكرون فعلا في أن الدين الإسلامي هو الدين الذي كان مغيبا عنهم سابقا وهو الدين الذي لم يكتشف حقيقته مباشرة لأن وسائل الإعلام التي تديرها الصهيونية العالمية بالاتفاق مع الرأس مالية برجوازية المسيطرة على العالم ما كانت تسمح بأن يظهر المسلمون على حقيقتهم أو أن يفهم الأوروبيون الإسلام على حقيقتهم ولذلك تقول إيفن ريدلي هذه التي أسلمت على يد إفغانستان أو بعد ما رجعت من إفغانستان تقول أننا ما كنا نتصور أن الدين عند الإفغانيين كان بهذا القدر من الاحترام والتهديم والتقدير وما كنا نحن الأوروبيين نعرف أن الإسلام دين سلام بل كان الإعلام يصور لنا على أنه دين إرهاب وتقتيل وتشريت إلى غير ذلك لكنني عرفت ذلك مباشرة عندما احتكت بهم بنفسي وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الإسلام يصنع الرضا يبني النفس من الداخل يوجهها إلى الله سبحانه وتعالى في لحظة الأزمة لأنها ترسم لنفسها دائرتين المسلم يعيش في دائرتين الدائرة الأولى هي التي يكون فيها مع الله وحده لا يشاركه أحد فهو يصلي لله يصوم لله يحج لله يذكر الله يقوم الليل لله يراقب الله فهو يعيش مع الله قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمي يخبرنا الإسلام أن حياتك الحقيقية هي عندما تكون وحدك مع الله وهذه الدائرة التي تعيش فيها مع الله لا تسمح لأي أحد أن يدخل عليك فيها لا تسمح لأي أحد حتى ولو كان قريبا منك أن يدخل في الدائرة التي تكون بينك وبين الله وعلى هذا يفسر قوله تعالى من أن الآية التي ذكرت أن الأزواج والأولاد أعداء لنا لأنهم عندما يدخلون في الدائرة التي نكون فيها مع الله نكون بذلك قد سمحنا أن يكون هناك شريك مع الله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ثم قال يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير فهذه هي الدائرة التي تعيش فيها مع الله وكل ما يصيبك وأنت في الدائرة مع الله لا تخرج فيه من الدائرة إلى غير الله إنما تبقى مع الله تدعوه تناجيه تستغفره تتوسل إليه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله ليس من الله إلى الله كانت الخنساء رضي الله عنها توصف بأنها كثيرة الحزن والألم توفي أخوها صخر ولكنها حرمت نفسها من النوم ومن الهدوء يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي هذا كانت قبل أن تلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن تدخل في الإسلام لكنها عندما دخلت في الإسلام تحولت امرأة أخرى شارك أبناؤها في حرب القادسية في معركة القادسية وكانوا أربعة فاستشهدوا جميعا فقالت الحمد لله الذي أكرمني بشهادتهم في سبيله ولم تذرف لها عين لأنها كانت سعيدة بدخولهم في الجنة هي تؤمن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتها بل أحياء عند ربهم يرزقون هي تؤمن بذلك ولذلك كانت امرأة في غزوة أحد تشق الصفوف وقد فقدت ابنها فالتقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مذعورة تبحث عن ابنها أين هل قتل في المعركة فلما التقت برسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انفتحت أساررها وابتسمت فقالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله أبني في الجنة قال يمرأة بل هو في جنات فالمهم كانت المرأة مسرورة لأنها آمنت أن ابنها سيكون مع الله ثم إنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم استبشرت خيرا وعلمت أن الإسلام في خير ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا هذا الذي يحدث الآن ولذلك فأهل فلسطين عندما قدموا ذلك الصبر الشديد الذي كانوا كانوا يصبرون معه على الألم والأذى ألهم الغربيين فدخلوا في الإسلام الآن عليكم فقط أن تفتحوا في اليوتيوب لتجدوا تصريحات كثيرة من الأوربيين والأوربيات دخلوا في الإسلام بسبب رؤيتهم لذلك الصبر العظيم عند الفلسطينية عند أهل غزة لأنهم أهل القرآن كان في غزة قبل طوفان الأخصى خمسون ألف حافظ للقرآن الكريم احتفلوا في العام الماضي بتخريج أربعة وعشرين ألفا من حافظي القرآن الكريم وقرروا أن يجعلوا يوما كاملة من الصباح إلى المساء لتلاوة القرآن الكريم كاملا من قبل ألف وخمسمائة حافظ للقرآن الكريم بمعنى أن الأهل غزة بنوا أنفسهم إيمانيا فكانوا في نفس تلك الدائرة التي يكونون فيها مع الله أما الدائرة الثانية فهي التي تكون فيها مع الناس لكن من أين تخرج إليهم؟ أنت تخرج من الدائرة الصغيرة إلى الناس فتكون محملا بالإيمان فتكون محملا بالإيمان والأخلاق والقيم بل كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون ولا تسمح للدائرة الكبيرة لأي أحد من الدائرة الكبيرة أن يدخل إليك في الدائرة الصغيرة هذا هو قانون الرضا في الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رضي فله الرضا ومن صخط فعليه الصغط فالذي يصنعه الإسلام هو هذه النفس التي اكتشفها العالم على حقيقتها الصابرة المؤمنة التي ألهمت آلاف الناس في العالم أن يكتشفوا الدين الحقيقي الذي يغيب عنه تقول واحدة من الذين أسلموا تقول أشعر أن القرآن يجعلني آلهة أي أنا المرأة التي لم أعد أشعر بكرامتي في عالم يدعي أنه رب الحضارة وأن الدنيا قد انتهت إليه لا أشعر أنني كائن محترم ونفس الكلام تقول إيفن ريدلي تقول أنا لما لبست اللباس الإفغاني لباس المرأة الفغانية شعرت أنني حرة شعرت أنني حرة أمشي كما أشاء أقف كما أشاء أطلب ما أشاء لا أحد ينظر إلى شعري ولا إلى حجم صدري ولا إلى مشيتي ولا يتحرش بي تقول للمذيع التي تجري معها اللقاء تقول وأنت تعلمين أننا في أوروبا لا نستطيع أن نمشي دون أن يتحرش بنا أحد أو أن يعلق علينا أحد تقول هذه التي أسلمت بعد طوفان الأقصى أشعر أن القرآن الكريم جعلنا نحن النساء آلهات أي يكرمنا تكريما عجيبا يكرمنا ونحن زوجات ونحن أمهات ونحن أخوات ونحن نساء سورة كاملة تسمى سورة النساء تعلم الرجال حقوقنا وتخبرهم بفضلنا حقوقنا المالية حقوقنا الدينية حقوقنا الأدبية لا يوجد كتاب يحترمنا وأنا كان لي لقاء سابق في بودكاست المنصة بينت فيه لماذا النسوية ظهرت في العالم الإسلام الغالم الغربي لأن النسوية في العالم الغربي كانت نتيقة طبيعية لاضطهاد المرأة لاضطهادها دينيا وفلسفيا وعلميا آخرها الآن ما يسمى بالحكمية البيولوجية أي أن المرأة بيولوجيا لا تمتلك القدرة العقلية التي يمتلكها الرجل سواء نصرحوا بذلك المهم أنتم تعلمون الآن أن فضيحة إبستين هذا الذي صاحب القزيرة الذي تساق إليه القاصرات من كل أنحاء ربا ليقدمنهن ضحية لأصحاب النهوذ والسياسة العالمية التي تسيطر على العالم ماذا يعني هذا يعني أن المرأة سلعة سلعت وهي صغيرة سلعت وهي كبيرة جعلت شيئا كما تقول إيفن ريدلي نحن الشيء نحن مادة نحن لسنا كيانا إنسانيا موضوعيا ذاتيا إنسانيا محترما وهذه فضيحة القزيرة ليست لأن هؤلاء الرؤساء يريدون أن يستمتعوا بالقاصرات فقط ولكنها أيضا ضمن سياق ما تفعله الصهيونية العالمية من قذب هؤلاء الحمق حتى تأخذ عليهم ما يدينهم إذا ما حاولوا أن يخرجوا عن سياق الإدارة الصهيونية ولذلك ليس غريبا أن تقول زوجة الكيان الصهيوني الغاصب لوزير الدفاع الأمريكي عندما قال لها بأنكم انتصرتم إذا انتصرتم إنما تنتصرون تكتيكيا وليس استراتيجيا قالت لم يبقى لإسرائيل أن يكون مصيرها بيد كلب أسود وهذه العنصرية المقيتة التي يعني تبين سيطرتهم على هؤلاء الذين يزعمون أنهم يديرون العالم من خلال تجميعهم في بؤر ثم الضغط عليهم سياسيا أو حتى تصفيتهم إذن اليوم كما قال الله تعالى وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم اليوم ساء وجههم عالميا كل العالم اكتشف من هي فلسطين ومن هو الكيان الغاصب ووقفوا جميعا مع القضية الفلسطينية في كل أنحاء العالم اللاعبون والممثلون والمشهورون إلى غير ذلك سواء دخل بعضهم في الإسلام أو لم يدخلوا ولكن ساء وجه الصهاينة وانتهت كل تلك الأموال الهائلة التي دفعوها من أجل تحصين صورتهم في العالم وتشويه صورة أهل فلسطين الوقت عندي انتهى لأن هناك نشيد ولكن في سؤال أهل الذكر ذكر فضيلة الشيخ كهلاء بعضا من تصريحات الذين دخلوا في الإسلام وماذا قالوا أدعوكم أيضا إلى متابعة ماذا قالوا في اليوتيوب يعني أحدهم قال أشعر بأن القرآن كريم يخاطبني مباشرة شعروا بشيء عجيب جدا يتغلغلوا في نفوسهم إذن قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا